بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم وإياكم ممن يحفظها ويعمل بها والاسم العظيم الذي نحن بسرد الحديث عنه هو الغفور وهو اسم عظيم من أسماء الله الحسن يقابله أو يلازمه أو يرادفه اسم آخر هو الغفار وكلاهما نص القرآن عليهما ولا ريب أن التلازم في المعنى ظاهر بين اسم الله الغفور واسم الله الغفار وإن كان الله تبارك وتعالى يدعى بكل أحد منهما مستقلة فنقول مبدئيا أيها المبارك في تأصيل المسألة تسمع وتقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت حدائد المغفر في وجنتيه يوم أحد فما المغفر؟ المغفر غطاء يغطى به الرأس ليتقى به صولة الأعداء في الحرب على هذا تفهم أن الأصل والجذر اللغوي لمادة غفراء هو التغطية وماذا هو التغطية؟ والستر هذا الأصل أما معنى أن الرب تبارك وتعالى غفور وغفار فإن بني آدم ما أثقل ظهورهم شيء أعظم من الذنوب فلما كان لا شيء أثقل على الظهر على ظهر بني آدم من ذنبه كان في حاجة إلى من يستره إلى من يغفر له إلى من يتجاوز عنه ولا يقدر على هذا إلا الله قال الله جل وعلا في وصف بعض عباده والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم قال الله جل وعلا في استفهام بعدها ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله ونحن معشر المؤمنين بالرب تبارك وتعالى مما يزيد صدورنا إن شراحا علمنا أن الله جل وعلا يغفر الذنوب وإلا لم يخل أحد منا من مغفرة حتى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقع منهم خلاف الأولى وبعض العلماء ينسب إليهم الصغائر وأتوقف في هذا لكن نسبة خلاف الأولى إليهم على الأقل أكمل أدبا في الحديث عنهم عليهم الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى عن داود فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب فغفر الله جل وعلا لداود وقال الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله وحبيبه وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بل نص عليه الصلاة والسلام في دعائي أنه يقول رب اغفر لي المقصود من هذا كله أن الناس في حاجة ملحة لأن يغفر لهم ربهم ذنوبهم على هذا نتكلم الآن عن سعة مغفرة ربنا جل وعلا المجتمع المدني في عهد النبوة هو الجيل الأمثل والرعيل الأكمل والناس يومئذ هم سادة الخلائق بعد الأنبياء والمرسلين لأنهم خير أصحاب لخير نبي لكن ذلك لا يعني أن ذلك المجتمع لم تقع فيه ذنوب نلبتة محال مما وقع فيه أن امرأة زنت والزناء كبيرة من كبائر الذنوب أوجب الله جل وعلا الرجم على من كان محصن وأوجب الرب تبارك وتعالى الجلد على من كان غير محصن أخبر أصحابه بأن الرجم في حقها ثابت رجمت فكأن بعض الناس ممن حضر رجمها أصابه شيء من دمها فسارع بأن يقول على غير ترون قدح فيها قال فيها كلمة معيبة بلغت تلك الكلمة نبينا صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له أولا ما معنى صاحب مكس صاحب مكس هو الذي يأخذ أموال الناس بالباطن ولا ريب أن أكل أموال الناس بالباطن وقهرهم عليها بأخذه أموال الناس منهم من غير رضا منهم من أعظم الذنوب وأشدها كبيرة ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم عن توبة هذه المرأة لو تابها صاحب مكس لغفر له ننخ المطايا عند قول عليه الصلاة والسلام لغفر له هذا من القرائن العظيمة على سعة مغفرة الرب تبارك وتعالى فالإنسان أحيان يأتيه الشيطان من باب أنه أسرف على نفسه وذُقِّل بالذنوب واحتمل ما احتمل ويقول له أين أنت من التوبة أين أنت من الغفران أين أنت من يوم كذا وكذا وينبغي للمؤمن العاقل الحصيف الذي يعرف ما لله من أسماء حسن وصفات علاء ألا يقبل نزغات الشيطان هذه وأن يفيأ إلى ربه قال الله جل وعلا في خطاب قرآني عظيم ينادي الله فيه جل وعلا عبادة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فالله يعلم قطعا أنهم مسرفون على أنفسهم بالذنوب تجاوزوا الحدود كلها ماذا قال ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لأنه لا يقنط من رحمة الله إلا ضال لا يعلم سعة رحمة ربه على الوجه الأمثل والنحو الأكمل لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كيف نجمع بين قول الله جل وعلا هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين قوله تبارك وتعالى في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وغفران الذنوب له سببان السبب الأول توبة يظهرها العبد يفيء بها إلى ربي تبارك وتعالى فهذا يجتمع فيه غفران الشرك مع غيره بمعنى لو أن إنسانا لم يكن على ملة الإسلام أصلا يهوديا أو وثنيا أو مجوسيا أو نصرانيا فتاب وفاء إلى ربه فهذا يقبل الله جل وعلا توبته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فيغفر الله جل وعلا له ما قد سلف الحالة الثانية وهو أن يكون الغفران من الرب هبة منحة إلهية من غير توبة من العبد والله جل وعلا يغفر لمن يشاء هذا الحالة الثانية هي المستثنى في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومعنى ذلك لو أن إنسانا مات على الشرك دون أن يتوب فلا يدخله الغفران لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولو أن إنسانا مات على التوحيد لكنه كان مسرفا على نفسه في المعاصي دخل تحت المشيئة فيمكن أن يغفر الله جل وعلا لو من غير ما توبة ولو مات على غير توبة الخوارج الأولون الذين ظهروا في زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانوا يرون أن مرتكب الكبير إذا مات على غير توبة لا يقبل الله جل وعلا منهم إيمانهم ويرون أنهم مخلدون في النار ويحكمون عليهم بالكفر هذا المنح مخالف لقول الرب تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومخالف للفهم العظيم الذي فهمه المسلمون الأوائل من المهاجرين والأنصار لقول الرب تبارك وتعالى وإني لغفار فعمدوا إلى إمام عظيم من أئمة المسلمين يومئذ هو أبو حنيفة النعمان كان في مسجد كان هذا المسجد الذي نحن فيه الآن مسجد أحمد بن طولون لكن المسجد كان في بغداد فدخلوا عليه وهم يريدون أن يقيموا عليه الحجة قالوا يا إمام جنازتان بالباب امرأة ماتت حبل من الزنا قبل أن تتوب ورجل مدمن خمر غص به فمات قبل أن يتوب فما تقول فيهما وهؤلاء القائمين القائمون على رأس يبي حنيفة بالسيف من الخوارج يريدون منه أن يقول إما أن يقول بمذهبهم أنهم كفار أو أن يقول أنهم مسلمون فيقتلونه فقال رحمه الله وكان شديد الذكاء قال لهما هل هما أي المرأة والرجل يهوديان قال لا قال هل هما نصارى قال لا قال هل هما مجوس قال لا قال فمن هما إذن قال إنهما مسلمان قال أنتم حكمتما أنهما مسلمان قال الرجلان من الخوارج دعنا من ألعيبك وقل لنا هل هما في الجنة أو في النار فقال رحمه الله وما أبلغ علمه قال أقول فيهما خير مني في من هو في من هو شر منهما أقول فيهما ما قاله خليل الله إبراهيم ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وأقول فيهما كما قال عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فتأمل أيها المبارك كيف أن هذا الإمام الموفق أخذ بنصوص القرآن الدالة على أن الله جل وعلا غفور رحيم يغفر لمن يشاء تبارك وتعالى إلا الشرك كما حررنا آنفة مما يتعلق بفهمنا لكلام الرب تبارك وتعالى في مدح ذاته العلية وأنه جل وعلا غفار لمن تاب وآمن أن نعلم أن الحقوق ثلاثة حق بين العبد وبين ربه وحق بين العبد وبين الناس هذا الحق الذي بين العبد وبين الناس لا بد أن يكون فيه الجزاء والقصاص يوم القيامة والحق الذي بين الرب وبين العبد فهذا محمول إن مات الرجل على الإيمان والتوحيد على المسامحة وتحرر المسألة إذا بيناها في القاتل مثلا فلو أن رجلا قتل رجلا عمدا وظلما وعدوانا يتعلق بهذه المسألة ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء الدم حتى يتحرر معنى الغفران هنا فنأتي لأولياء الدم فنخيرهم ما بين القصاص والديه والأفو فأي ينختاروا قبل فإن اختاروا القصاص قتلنا القاتل وإن اختاروا الديه سلمناهم إياها وإن اختاروا العفوة عفونا عن القاتل من يذي سقط هنا سقط حق أولياء الدم بقي من بقي حقان حق الله وحق المقتول الميت في قبره فأما حق الله فوجد لأن العبد القاتل تجاوز حدود الله فهذا قد يسقط بالتوبة أن يتوب العبد فيتوب الله عليه أو أن الله جل وعلا يأفو عنه من غير توبة بقي الحق الأخير وهو حق المقتول فهذا يكون في عرصات يوم القيامة يأتي المقتول إلى القاتل يأخذ بعنقه بين يدي ربي جل وعلا ويقول يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني لكن قال بعض الأفاض من العلماء إذا كان الله جل وعلا قد غفر للقاتل فإن الرب تبارك وتعالى يلهم ذلك المقتول أن يعفو عن أخيه فيصيراني جميعا إلى الجنة هذا كله أيها المبارك حول قول الرب تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وحول اسم الله الغفور وكلاهما إسمان عظيمان من أسماء الله الحسنة نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع والحمد لله رب العالمين